الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت برينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كافة المحتجزين وخلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة أكد رئيس السيسي ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنى التحتية أو موظف الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع وقال الرئيس السيسي أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل إلى منطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء وأكد الرئيس السيسي أن السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين علنت مصر وقطر عن تسلمهما ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وأكد بيان للخارجية أن جهود وساطة مصر وقطر المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق حيث سيقوم الوسطى بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرس الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن تلقت الرد الذي سلمته حماس لمصر وقطر ويتم دراسته حاليا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق مختلفة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن غارات جوية استهدفت منازل سكنية في حي البرازيل جنوب مدينة رفح الفلسطينية ما أصفر عن شهداء ومصابين كما استشد ستة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة أعلنت وزارة السحر الفلسطينية سقوط 12 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة في أقل من 48 ساعة هذا وقد اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات في تول كرم ونابلس واعتقل عشرات الفلسطينيين تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله قصف مستوطنتين بشمال إسرائيل بعشرات من سواريخ الكاتيوشا مشيرا إلى قصف تمركز لجنود الاحتلال في موقع بركاتيوشا بالأسلحة المناسبة في الوقت نفسه أكدت مصادر أمنية لبنانية مقتل أربعة أشخاص في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان بينهم قائد ميدني في حزب الله شنت روسيا هجوما جويا على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم وقالت الإدارة العسكرية في العاصمة كييف إن أنظمة دفاع جوي شاركت في صد الضربات مشيرة إلى أن عدة انفجارات سمعت في كييف وما حولها انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة